شتد من عندها بريدتها وحطها في المقعد الخلفي ديال الطموبيل وركبات بلا ما تفكر حيث الحاجة الوحيدة اللي بغاتها هي تباعت وما تبقاش ترجع لهاد البلاسة اللي مصدر عذابها دي مارسي يطموبيلتو وبقى غادي والصمت سيطر على المكان وما عارفش وين يدي رغد إلا لدارو حتى يصبح الصباح وديك ساعة غي خليها تمشي في حالها وبعد مدة كتوقف الطموبيل قدام فيلا كبيرة حلل عساس الباب ودخل لسيطة موبيلتو ووقفها في بلاستها وقال يلا هابنتي نزلي قد ساكتا وساهل وشدها من إيدها وخرجها من الطموبيل بكل هدوء واتاجه بها لداخل الفيلا ومعد دخلا كيتلاقاوا بسييدة من شكلها كتبان هي مولاة الدار قالت حمد مرحبا اليوم تعطلتي سلم عليها وقال يلا فكينا المشكلة اللي كان في الشريقة وهي تقول وشكون هاد البنس قال حتم دخلو تعرفي ودار لها إشارة براسه زعمة بشوية عليها دخلت رغد وهي تقول لها مرحبا لك عندنا بديتها لصالون وقلصوا وهو يقول حمد هاد النهار غير دي المصايد ولكن الحمد لله ربي يفجن بي هاد المرة قالت هلا شنو أقع من غير السرقة وهو يقول وانا جاي في الطريق كنت شوي يونو ضرب هاد البنت غير الله لطف وصافي دارت عند رغد وقالت واش متي بي خير بنتي موقع لي كوانو قالت رغد بي خير وهي تقول ووالديها واش عندهم خبار أنك جبتيها الهنا قال لها حمد من كلامها كيبان باللي والديها نيتي عنقاتها وقالت لها الله يا بني نيتي الله يصبرك واش ما عندكش أخوتك وفين ساكنة رغد قالت ما عندي حد وهو يقول حمد ربما تكون كارية في شبلازا وجروا عليها ولا يمكن عاجات للمدينة وما عندها فين تمشي وهي تقول لها شوف يا بنتي دار دارك ما تحشميش وما تخافيش مننا أنا واستحمد غير بوحدنا اللي عايشين هنا وحتى ولدي جيهاد راه كيشي لهنا غير مرة مرة حيث هو عنده دارو وما ساكنش هنا رغد عقلها ما حاضرش وهي تقول بريد نعزل دارني راسي قال حمد إيمان اديها البيت ديال جيهاد حتى الصباح ونفهمو منها شنوا واقع لها وهي تقول إيمان آه واخا نيت كتبان لي يا عيانا نوضات رغد من بلازتها وقالت آجي معايا بنتي وطلعتها وداتها لبيت قلساتها فوق الناموسية وهي تقول صر فعلا راحتك بنتي وشيرات لها بإيديها وقالت الحمام راه كين هنا وإلى درك الجوع نزل ليلة حتى ما تحشميش الكوزينا راها مقابلة مع الصالون قودي اللي بغيتي وإلى خصاتك شي حاجة عيطي لي ودابا أنا غدا نمشي باش نجيب لك شي ببيجاما خرجات إيمان اللي ما كانتش كتعرف لا اسم رغد ولا شكون هي دخلت لدارها وكرماتها وما بخلات عليها بحت شي حاجة هات شي كامل بسبب أنها كانت باغت ولد بنت وتحرمات منها ولكن رب ترزقها غير ولد واحد في هذه اللحظة رغد ما كانتش عرف حتى أش كيوقع قدامها ولا فين هي راسها كانت فيه جملة وحدة اللي كتدور فيه أمرك ما كيهمنيش وبحالك بحالختك دخلت إيمانه في إيديها البيجاما وحطاتها قدام رغد وقالت ليها تلبسها وصدات البام مورها رغد في البلاسة حطات راسها على المخدة ونحسات وخلات الضو شاعل والبيجاما في بلاستها ما شافتش حتى فيها الصباح ناضط من بلاستها وحلات الباب ومع الحلاكة تساطح مع السيدة إيمانه وهي تقول لها صباح الخير يا بنتي يالله جيت باش نفيقك باش نسلت فطري معانا وهي تقول لها رغد لا أنا غدا نمشي بحالي قالت إيمان بشوية عليك بنتي حتى نهضروا بعدها ونعرفوا قيستك مايمكنش تمشي وانتي هاكا قالت رغد قيستي قصيرة وباختيثار الراحة اللي ملقيتهاش في دنيتي غدا نلقاهها في قبري شداتها إيمان من إيتها وقالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تقوليش هاكا أنا وخما فاهماشاش نواقع معاك ولا كيفاش عيش حياتك ولكن ما تيأسيش وما تفقديش الآمن حيث تشي واحد ما عارف ليامش نمخبيالي ما تضلميش رزق وفكري بعقلك وما تصرعيش الله ها بنتي ره كيبغيك واش عرفتي علاش حي تكون محمد كان غا يضربك بطو موبيلته قاع ما تجيل هنا باش تسمعي مني هاد الهدر وربما انتي كنتي كتفكري في الانتحار ولناوية تفكري فيه رغد بقت ساكت حيث هادي أول مرة كتسمع درس عموانو النصيحة من شخص وخما كيعرفهاش واهتم ليها قالت لها إيمان أنا فهمت حالتك بنتي وكين اللي يقدر يعاونك كين والدي جيهاد ما تهزيش لعم هو طبيب نفساني وهو غيوقف معاك حتى تخرجي من هاد الدوامة دير اليأس أنا غداً عيط ليه داباً إيمان عيطات الولدها قالت قالوا قال لي هاجيهات مرحبا بأجمال مرة في الدنيا عيطات الولدها وقال كله يجي ضروري هاد نهار رأى عندنا واحد الطيف ومحتاج ليك قالي شكون هاد الديف وهي تقول كيف مقت ليك واحد الطيف فأمس الحاجة عليك بدك يضحك واستغرب قال واخا صافي أنا جاي دابا وهي تقول طريق السلامة ودي قفلت الخط ودارت عند رغد ولقاتها ما كيناش غبرات يلا بغت تنزل تحت يلا بغت تنزل تشوفها وش كينال تحت وهي تسمع صوت بكاها في البيت دخلت بالصربة ولقاتها فوق منها موسيا ناعزة ومعنقرج لها بيديها قالت إيمان بنتي ما تديريش هاكا حتى حاجة ما كتستحق دموك رغد بقت ساكتة وزادت فلك وهي تقوليها إيمان الله يفرجها عليك بنتي هاد الشي اللي نقدر نقول ليك ومن بعد انشات خرشات وصدات الباب موراها رغد بقتك تقولي أنا ماشي بحل نوان ماشي بحالها بقاتك تردد نفس الكلمات وقلبها غدي بترتق جاجي هاد وقالت لي همو باللي من لي فاقت وهي كتبكي وما وقفتش قال ما قالتش ليك شنو واقع معاها وهي تقولي لا ودي واحتبك فاشلقها في الطريق ما قالت لي هوالو من غير دك شي اللي قلت ليك حتى قيدت وفوق كتبها وقال واخا صعفة أنا غال مشي نشوفها واخا ولدي سير طلع جي هاد الفوق ومشا ديري كتب بيتو وقف حدا الباب ودقه وما جاوباتوش قال ممكن ندخل ودق مرة أخرى ونيت ما جاوباتوش حل الباب ودخل وقف كي يشوف قدامه بنت ناعسة ومدورة لجهة الحيط حل الباب ودخل وقف كي يشوف قدامه لبنت ناعسة ودايرا لجهة الحيط وكتب كي بصوت مبحوح قال السلام عليكم وزاد خطوات القدامه جبت كرسي وقلس مقابل معرغات رفع ايده وبقى كي يشوف بيهو ساكل ابقى بحالها كاك منتطوية وهي غير مزايدة في حالتها هو يقول جهاد بعض المرات كان وصله لواحد المرحلة كان وليهو نختصر كلامنا حيط كترت الهضراكة تزيد غير تحطمنا ابداك يشرح ليها ويفسر ليها الأزمة اللي كتمر منها حاول يقنحها باشيخرجها من هالشي اللي هي فيها وقال ليها باللي غنعونك هزداد راسها كتشوف بيهو قالت شنو؟ قال كيف ما سمعت أنا غادي نعونك وديزولي ياما جهاد قدري بدل طريقة تفكيرها وولات كتفكر بعقلها وعلى مهنة وبلا ما تتسرع رغت قدرت ترجح حياتها وطيقتها بنفسها وولات عندها عائلة جديدة عائلة مهتمة بيهو كتفكر فيها ورادة لها البالي أما خوة تهاري معابير ابقات على تواصل دائل معهم ولكن ما قالتش لهم أن نوال مازال حي هي فطلات تبقى فاكتة باش تخليهم مرتاحين بلا ما تصدعهم وفي بلا صغرة طبيبك يقول مع الأسف المرض عندك انتاشر ليك في الجسم كامل قال سيف يعني ما كينتاشي أمل للعلاج وهو يقول له الطبيب راك عارف أسعى مرض يقدر يتعالج هو السرطان انتاش يتيك مرحلة متأخرة وما بقات فائدة في العلاج قال لي سيف واخها شكرا سلم على الطبيب ومشحل الباب ومن بعد خرج من سبيطار أما رغد في هذا اليوم فهو عيد ميلادها والكل محتافل بي وعلق بالهزين والدار وعرضو على عائلتهم وهي تقول جانا استيجي هاد يك ما نزي تيلها دي يديا لرغد قال ننسى كل شي وما ننساش رغد ودار إشارة لجانا باش تغمد لرغد عينها وبزر بهزات إيديها وحطاتهم على عينها وهي تقول لرغد شنو كاين علاش مغطية لي يا عيني جراتها جانا لبالكو وقالت آجي جي هاد عندو ليك مفاجأة قالت رغد مفاجأة شنو هي وهي تقول جانا آه ودابة غدت عرفيها حلات لها عينيها ومع الحلة كتشوف رغد توموبيل في الجردة جي هاد قال ليها هادي هادية من ناليك واعطاها السوارت شدات السوارت وهي تقول اللا مايمكنش ومن بعد ابقات كتنقز من الفرحة وفرحات كتر فالجي هاد قال ليها أنهم غيصافروا مجموعين لتركيا وغيبقاو تم مصيف كامل وبعد ما اخرج سيف من المستشفى مشاركف توموبيل شو ديمارة بسرعة كبيرة شوية وهو يشوف رغد قدامه وقفت توموبيل بالزربة وعينه عليها حل الباب وهبطه هو كي يجري لعندها وهي تقول رغد تستاهل هاد شي ليوقع عليه سيف بقى ساكت وقالت له هادا جزائك حيط مقبلتيش حبيلي ولكن صافي دابة فات الفوت وحبي ليك تحول الكرة وبهايد الكلمات نقز من بلاستو وفاق من حلموه ووفص دماء هز الكاس وشرب الماء وقلبو كيدرب بالجهد ارجع كله عرقان ناد من بلاستو بعد ما ضبط نفسو وحل باب بيتو خرج هبط لتحت وهو في الدروش تليفونو كيسوني جبدو جاوب في البلاست قال له معاد سيف سيف مع الاسف البلاست اللي قال لي نادك السيد ما كيناش فيها سيف زير على ايدو قال هادي مهمتك انا بغيتك تلقاها اليوم را كتر من شهر وحنا كنقلبو مايمكنش في الاخير ربعو ايدينا بحال لي ما واقع والي قال له معاد انا درتكي مطلبتي مني وكان راقبنا والو جاد ولكن هاد المرة كنظل ما عندهم حتاش يدخل في اختفاء مدام را غد وهو يقول سيف هاد الشي ماشي شغلي بغيتك تلقاها وخا تكون عايشة تحت الارض قفل الخط وما تسناش رد معاد وخشتي ليفونو في جيبو وخرج من الفيلا وهو مع السب ركفته موبيلته مشا كيقلب على را غد كيما كيدير كل نهار بقى غادي في الطريق وهو كيقلب من قنط القنط وكيسول وخامة عنده صورة رغد ولكن بقى كيوصفها للناس ومع الاسف بدون جدوى الوصف ما كيعاونو فوالي مشا عند الولد اللي كيرسم ووقف قدامو وقال ممكن تعاوني وهو يقول له غد سناشي نص ساعة حيت عندي واحد اللوحة خسني نكملها الواحد السيدة قبل ما تشي قال ليه سيف واخا بغيتك ترسم لي وحد البنت وهو يقول ليه الشخص تقدر تعطيني صورتها وانا غرسمها وهو يقول سيف مع الاسف ما عنديش صورة البنت هي اختافات وانا كنقلب عليها وبغيت ندير لها اعلان باش اللي شاف هيقولها ليه قال ليه الشخص صافي تقدر تعود ليه ملامحها كيف ديرين وانا غرنشوف واش نقدر نجيبها هي هادي قال سيف واخا وبقى سيف واقف وكيهضر كيقول الا ملامح رغد بكل تفاصيلها وداك الولد بقى كيرسم كيف ما طلب منه سال الرسم وهو يقول صافي يا سيدي ساليد شوف واش هي هادي سيف شد من عنده الورقة بقى ساهي وكيشوف والولد كيسوله واش هي ولا لا وهو ما كانش هنا حتى ناض من بلاستو حبقو وهو يقول سيف نعم قال ليه الولد واش هي هادي يا سيدي قال ليه سيف اه هي هادي شكرا بالسعب خلصوا ومن بعد التاجه الاقرب جريدة كان بغي يدير اعلان على رغد باش اللي يلقى هايت تصل بيه هذا كان هو امله الاخير بعد ما تصده قاعد بيبان فوجهه هو عارفها مشات بخاطرها حيث الدات قاح واجهه ولكن كان شك ان جادي يقدر يكون اختفها بعد ما خرجات وصل الجريدة والتافق معاهم على العنوان اللي غي حطوه على الصورة ودعب ما بقى عنده غير تسنة حتى الغدة عاد غيخرج الخبر بالجريدة الصباحية السيف قال بوكي وجعه على فراق رغد وولكي شوف حياته كل هاك حلبلة بيها في الوقت اللي رغد ناعسة ومرتاحة وفرحانة وما بقى تحتاحة جاك تهمها وصل الصباح ورغد باقة ناعسة ومجب دا اواخ درحتها اما جهاد كيقول لا غير خليوها ناعسة الى عرفات هادشي تقدر ترجع لحالتها القديمة قالت ايمان ولكن ولدي هي عند هاتي ديفون وتقدر تشوف هادشي في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساش الجريدة مش غير مكتوبة رهحتة الكترونية وهو يقول جهاد انا غنحيد لي هاتي ديفون ومن بعد غنمشي الجريدة بنفسي باش نعرف هاد السيد عليش رجع كيقلب عليها من بعد هادشي كامل اللي دار فيها وهي تقول له ايمان ما تسرعشها ولدي تهدد يقدر يكون ندمان وبغاها ترجع ليه وتسامحه قال جهاد آخر حاجة طلبيها مني هي انتهى الدنيا وديك سيد إلا قرر من رغد احسابه غيكون معايا آنو قالت ولكن ولدي ما تصنطش ليها ومش اطلع عند رغد كيجري حل الباب بشوية وطل بنص عينيك ما فيقة ولقاها باقة نعزة ادخل بخطوات مهيلة وهزليها تليفونها وارجع باش يخرج رغد حلات عينيها وقالت جهاد حط التليفون في جيبه وقال سمحي ليه ما كنش باغين فيقك وهي تقول لا أصلا ما بقاش فييا نعاز كنت غدا نفيق واجيتي تشوف واش فاقت ياك ما غنمشي ودابا قال لا ماشي دك الشي أصلا الطيارة غدا تمشي حطل عشرة ديال المليل وحنا غنمشي والمطار مع الثمينة وهي تقول وفين جانا واش ما جاتش قال لا مشات تودع والديها عبد الجيل هنا وهي تقول واخا صافي أها نجاية تبسم ليها جهاد ومشا خرج وهي ناضت من بلاستها وما رداتش البال تليفونها مشات دخلات للحمام وغسلات وجهها ومشطات شعرها وخرجات بالتلات حويجها ومن بعد هبطات للتحت وهي كتغني في الدروش غير وصلت للصالون وهي توقف وقالت شنو كاين ما لكم كتشوفوا فييا بحل هاك قالت ايمان صبح الخير بنتي سلمات عليها رغد وهي تقول صبح النور خالتي شنو كاين ياك ما واقعاش حاجة وهي تقول ايمان لا لا بنتي كل شي بخير قلسيت فطري رغد قالت والجهاد مشا وهي تقول ايمان اه حيث عندو شي خدمة قلسو كيفطروا مجموعين جهاد كان مشا الجريدة ودخاله بدك يهدر مع الموديا وما قالش ليك علاش بغاها وهو يقول له موديا قال باللي هي مراده وينكن تخطفات المهم شي حاجة بحل هاك واش ممكن نعرف شكو انتا غي لك انتي كتعرف شي حاجة على البنت راه سيف كيتسنى اي اتصال باش يعرف بلاستها وهو يقول له جهاد صافي انا غادي انتصل به شكرا خرج جهاد من الجريدة واخدار رقم سيف اللي حطوه في الجورنال ومن بعد اتصل وبقد تليفو المدة طويلة وهو كيسون ناد سيف وبصوت تقيل قال آلو قال له جهاد سيف الراضي وهو يقول سيف اه شكون معايا قال له جهاد واش ممكن اتلاقى بيك وهو يقول سيف مع انه شارب البارح بالزاف تفكر الاعلان اللي حطوه وقال واش تصلت على قبل رغد قول كتعرفش حاجة عليها قال ليه جهاد كان عرف عليها بالزاف اعطيني العنوان وغنجل عندك حيدك شلي غنقولوليك طويل قال له سيف واخا قال ليه العنوان ومن بعد اقطع وجهاد مشادي لي كتل عنده مشادي رغد الكوزيها وهزات الكاز باش تشرب وهو يطيح من ايدها وتهرز وهزات الزاج اللي تشتت في كل بلازة باش ترميه في سلة المهملات ولقات الجريدة الفوق وهزاتها باش ترمي الزاج الداخل وهي تجي عينيها في صورتها رمات الزاج في الطهلو ورجعت خطوة اللور وفي ايديها الجريدة قد قروا هي مسلومة وخرج عينيها أما عند سيف جهاد قال رغد بدات حياة جديدة وما مستعداش تدخل في صدمات مرة أخرى سيف تعصبه وقال رغد مراتي وانا غنرجحها للدار جاوبه جهاد علاش باش تعدبها هاد شي لي باغي وهو يقول لسيف رغدك تبغيني قال ليه جهاد هاد شي كل شي عارفه كيبال لي غير انت اللي يلا عرفتيها وهو يقول لسيف داباوش غتقول لي يا فين هي ولا نمشي نقلب عليها الراس وهو يقول جهاد بلا ما تعدب راسك حيث رغد ما بقاتش في المغرب سيف تصدم وقال كيفاش قال ليه جهاد كيما سمعت وغير نسها عليك وما تبقاش تقلب عليها ومن بعد مشاركة في طو موبيلتو ودي مارا والتاجه ديري كتل الدار جهاد ما كانش بها غيرها غد ترجعه كيف ما كانت بغي يحميها من سيف هو واحد هاب اللي غي يعونها حتى تنساه وها هو دابا كيوفي ببعده داك شي علاش قرر يدوزو الصيف في تركيا أما رغد كانت كتبكي وقال سفق النموسية وكتقول علاش عاد قلت غدا نساك وانت تبان تاني علاش درتي هاد الشي علاش رجعتي علاج الزيت الجريدة وقطعتها طراف طراف وحتاط رسها فوق المخدة وهي كتبكي يحساب لها نساك سيف وما بقات حتى حاجة كتهمها ولكن تبين لها العكس في هاد اللحظة جهاد رجع للطار وطلع ديري كتعند رغد باش يقول لي هاد جمح ويجه ولا هيها باش ما تسيقش الخبار لدكش اللي واقع ادخل عندها وقال رغد وغير سمحت صوته وهي تنود من بلاستها ومشيت لاحت في صدره وعنقاته وهنا تأكد انها فعلا عرفات كل شي طب طبع لراسها وقال صافي سكتي انا معاك قالت رجع تاني باش يعدبني ما كيبغينيش ومع ذلك ارجع حيت كيستمتع بعدابي انا مبقيتش باغاه بغيت نخرجه من قلبي وعقلي بمرة جهاد تناهده قال بغيت يتشوفيه بقيت ساكتة وهزات راسه وقتشوفيه وهو يقول هاد شي اللي قلتيه لي يا دابا خاسكي تقوليه لي هو هاد الهضرة خاسكي تقوليها لي وتكون فراسه قالت ما غنتحملش نشوفه غدا نضعف قدامه وهو يقول وش نعلمتك هاد اليامات وهي تقول نبقى نواجه مشاكيلي ومنتهربش منهو قال هاد شي اللي خاسكي تديري دابا غتمشي لعنده تقولي لي باللي انتي ما بغيتش كتبغيه قالت ما غي يطيقنيش وهو يقول لا غادي طيقي حيت ما رجعش على قبلك هو رجع حيث كيتعذب وضامير وكيأنبو من جهتك مسحات دموحه وقالت ايه هو ما كيبغينيش دخلت عندهم ايمان وقالت ولدي واحد الراجل جا كيثول على رغت جيهاد بقساكت وكيشوف فيها وهي تقول رغت سيف خرجات بالزربة من الغرفة ونزلت في الضروج وهي كتجري وكل هاتيقة وقوة وفي لحظة سيطرات على دموحه بشفية وضي القرح اللي وليت كتحس بيه جيهاد السيف مجهت للباب ولقاته واقف كيتسنة وغير شاف هو هو يزيد خطوات القدام ووقفاته قالت وقف بلاستك وياك تقرب شنو يحساب ليك إلا رجعتي غنطير لعندك حلتها حاجة ما وقعت آه ولا ولا افترى غاد لقديمة اللي دلات راسها وخلات اللي يسوه واللي ما يسواش يعفط عليها وعلى كرامتها آه ولا دابا داميرك فاق وجيتي كتجريل عندي ودير إعلان من الفوق خسارة غير خسرتي وقتك وضيعتيه على وار بلا ما تعذب راسك ما جيتك لعندي ما كتسواء وار حيدك شي اللي درتي فيه ماشي قليل دلمتيني آه دلمتيني بالذات كتشوف اللي بغيت وكتطيق اللي بغيت وعمرك عطتيني فرصة نشرح ولا نبرر عرفت علاج حيد أنا قدامك ما كان سواء وار حيد أنا قدامك ما كان سواء وار ودابا في حياتي حطيت حدود وقوانين دكش علاج رجع منين جيت حيد انت غير مرحب بك في حياتي سيف قساكت وجرهال عنده وعنقها تحت انظار ايمان وجهاد أما رغت قاعدك شي اللي كانت كتحس بيه ديالكور تبخر وتعب جهاد معاها مش غير هاكات بقاو في نفس الوضع سيف مع النق رغت وجهاد بغاين قد الموقف هو يقول جهاد كنظن كلام رغت كان واضح سيف قساكت وشوفاته موجهين لرغت اللي بدورها حتى هي قت بحلق فيه قال جهاد هي مبقاتش بغاك حيط انت مصدر عذاب وقهر ليها هو يقول سيف خليها هي تقول هاد الشي رغت بقى تساكتها هو يقول لها جهاد رغت حضري ديري حد لهاد الشي قالت اه انا مبقيتش بغاك كنت كان بغيك ولكن دا بصافي هو يقول سيف هادا مشي كلامك قالت ايوا هاد الشي على حساب عينيك هو يقول سيف انا رجعت على قبلك قالت لي فات الفوت دا بغير رجع مني نجيت ودي المشاعر اللي خلاوك تجي وخاع عرفة باللي ما كينينش أصلا قال اه غادي نرجع جهاد شي ير لباب وقال له يلا سير هالباب قدامك سيف شد ايد رغت ودار بش يخرج وهي تقول له رغت شنو كتدير قال كان ناخد المشاعر اللي خلاوك ننجي جهاد تعصب وحيد ايد رغت من ايده وقال ما عندكش الحق ديها معاك قال لي سيف بالعكس انا اكتر واحد عنده الحق باش يديها ايش نرجع معاك حلبة بالطموبيل ولح فيها رغت وسد الباب ومشارك في بلست وهاد شي كله جهاد واقف كيشوف وما قادر يديرواني دي مارة بسرعة كبيرة ورغت بقاد كتغوط وضرف الباب بالطموبيل قال ليها سيف بلا ما تعد براسك قلسي وتبتي قالت كان كرهك انا كان كرهك دور راسك يشوف فيها وقالت حتى نوصلوا للدار ونقشوا هاد الموضوع سيف طريق كاملة وهو ملتازم الصمت اما رغت فجميع انواع السبان قالتهم في حق سيف وهي كتغوطوا تضرب الزاج والباب والكوسان وبعد مدة طويلة ديال الطريق وصلوا للدار اهبط سيف ومشحل لها الباب وجرها معاه لداخل الفيلة تخالوا سد الباب موراه وهي نطرت ايدها منه مشات كتضرب الباب باش تخرج سيف جرها من ايدها وقال اجي لهنا وقفها قدامه وقال ترتيه محامي وصيف ترتيه وبقى كيتفالس فعلية ودابا قولي ليه يجي فكوك من بين ايدي قالت هو بعدها كيف ما كان كيبقى مرشل عليك الشماتة وما زال قعمة كملاتهاش شدها من خسرها وزدحها معاه وقال عاودي شنو قلتي قالت والو وهو يقول لها لا غير عاوديها بقى تساكت وهو يقول واش عارفة انك كنتي غدا تحمقين ما خليت فين قلبت عليك يا كنطل عليك سخانة وهو يقول انا كنعتادر منك وبغيتك تسمحي ليه قالت ومن بعد وهو يقول ومن بعد انا كنسحب الكلام اللي قلتو ديك المرة واش ممكن تعطيني فرصة بقى تساكت ومصدومة وهو يقول لها سيف انا دا بتالف وما بقيت عارفة شواق علي ولا شنو بغيت ولكن الحاجة الوحيدة اللي بغيها هي انك تكوني معايا اتنا هدات رغت وخلاتو ومشات طلعت الفوق ودخلات البيت اللي كان بيتها بقيت تمك تفكر في وضع السيف وشنو تدير مها حتى سمعت صوت تهرس في الفيليا وخرجات من بيتها كتشري لتحت وما وقفات احتشفت جات قدامها هاز فردي على سيف وقال لي واخيرا جمعتو شحال تسنيت هاد اللحظة سيف بدك يرجع للور وقال شنو بغيتي هاد المرة قال لي تشاد باين شنو باغي انت غتطلق هاد الحوتال ومن بعد غتكتب لي كل املاكك ولا هاد الفردي غدينخوي فراص واحد فيكم قال لي تسيف املاكي رغد بقى تساكتا رغد بقى تفد روج وثاكتا وكت رهد جات قرب لعنده وقال اه املاكك اه املاكك واش هاد زوينة ما قالتليك وانو ودور الفردي جهد رغد سيف بقى ساكت وكيشوف رغد وهنا عرف ان كلامها على جات كان كله صحيح ماشي كدوب رغد زادت خطوات القدام وعينيها على الفردي قالت رغد كتشوف في سيف وهي حابسة دموحة وتعابيرها كيقولو لو لا قلتليك كل شي انت اللي ما تيقتينيش هو يقول جاب المهم اللي نطولوه نقصروه المحامي في الطريق ومعاه الوراق واليوم غنساليو هاد الشي كامل شوية وهو ما يسمعو صوت الباب تحل دارو الجيهتو وما يلقاو معاد قال سيف معاد سير من هنا وهو يقول معاد سي سيف وقعت واحد لحاجة قال ليه جاد كان دون رك سمعتي كلامه سير في حالك قبل من سيفتك الأقبر وهو يدخل واحد الشخص وقال يا خسارة خسارة جاد ورغد وسيف بقوا ساكتين وكيتساءلوا شكون هادي قالت دورات وجهة جهة معاد وقالت دخلها قال ليها معاد وخلالها خرج معاد وبعد لحظات دخله وجار نوال من إيدها سيف استغرب وقال معاد شكون هاد السيدة معاد بقى ساكت وهي تقول أنا إقبال امرأة علي الراضي اللي هي الأم الحقيقية ديالكم جاد بقى ساكت وهبط الفرد وسيف قال كيفاش قالت إقبال أنا اللي غدا نهضر قولوا لي ياشنو هاد الحرب اللي منوضينها أنا ما اتفقتش مع السيعة لي على هاد الشي قال ليها جاد وش عار فرسكش كتقولي وهي تقول هاك كتستقبل أمك قال ليها سيف الأم ديالنا ماتت مدة هادي بقاتك تشوف فيه وهي تقول لا ولدي هاديك ما شيمكم زينب غير رباتكم حيت بباكم طلقني وخداكم مني وواعدني باللي غير بيكم تربية حسنة ومع أمرو غيسمح للشيطان يدخل بيناتكم ولكن دا با استعالي مات والشيطان خدا بلاستو وخلاكم تشتو بسباب الورث وأكبر غالط دا رباكم هو الواسية اللي دار حيت كون ما كانتش ما كانش غينوض هاد الصداع كامل وتفرقو وكل واحد كيخطط من جيها باش يقضي على لاخر جاد بغيهدر وهي تسكتو قالت انت آخر واحدهدر واش هكا كيديرو الناس مع أخوتهم صدمتيني فيك مستحيل نكون أنا اللي ولدتك واش ما كفاكش أناك سرقتي من خوك مراتو واش هكا علمك بباك عرضتي ناس أبرياء الخطر وهما ما عندهم حتاش يدن في هاد الشي كامل والأكتر من هاد الشي انت قتلتي حفيدي الوحيد قال لي هاجاد أنا ما قتلت حد هزيت ايد هال فوق وضرباته على وجهه وقالت واش نسيتي أناني ممك أنا عارفة كل شي بلا ما تكذب وتمتل قال لي هاسير انتي مشيتي خليتين هاد المدة كاملة ومن بعد جاية باش تمتلع لنا دور الأم قالت من حقكم تقولوا هكا ولكن أنا ما مشيت شو خليتكم غير هكاك وعلى حساب هواية أنا كنت مضطرة وباكم ما بقاش باغيني وأنا ما عندي ما ندير بواحد ما كيبغينيش وخاجة معنا رباط قوي لهوان تومة ولكن إلى ما كانتش الراحة والسعادة الموت حسن الحياة كنعيشوها غير مرة واحدة داكشي علاش طلقت من بواكم ومشيت عاشت حياتي واحته هو عاش حياته مع الإنسان اللي كيبغي وأنا ما حشماناش نقول هادش بالحكس حيت أنا جيت باش نخليكم حتانتو متعيشو حياتكم وتديروا اللي بغيته ولكن كيبالية تعطلت تعطلت بزاف وبقيت حتافة الفوت قاللي هاسيف بابا مات سنين هادي علاش ما جيتيش ديك الساعة قالت ما كانتش باغا نجيو نصدمكم بحال هاكا ونحرق قلب زينة لكي حساب لكم هي يمكم وعندكم تفكروا أنني نسيتكم في مرة حيات بديت حيات جديدة أنا قلبي كان كيتقطع كل ليلة عليكم كنت كنشوف الدنيا مضل مفعز منها ولكن ما غتعرفوش بحق هادشي حيت ما زال ما عندكمش لولاد داك الشي علاش بلا من حد براسي ونعود لكم على الجرح اللي خلى في فرقكم هادي سنين وهو يقول جات وعلاش ما عقلناش عليك قالت كنتو صغار باكم خداكم مني ونتو ما يلا عندكم عامين قال سيف هاد المدة كلها خلتينا نعيشو في كدبة بدات كتبكي وقالت ماشي الخاطر يا ولدي وهو يقول جات ولكن علاش ما عقلناش عليك قال لها سيف غاي خسنا وقت طويل باش نقدرون تقبلو هاد الحقيقة الصادمة وهي تقول اقبال نا والي بنتي ياجي لهم قلسي قلسات حدا جات وطلبات من سيف حتى هو يقلس ورغد ما قالت لي هوالي قالت هاد الحرب اللي بيناتكم اليوم بغيت هاد سالي وفي هاد اللحظة سيف تعصب وقال مشيتي غالطة بساس آخر حاجة نهضرو فيها دابا هي هادش ناض من بلاستو ومش اطلع والتاج هديري كتل بيديو وتبعاته ورغد بخطوات متسرعة دخلات ولقاتو يلا هضرب البلاكار بيدوه ومعصب قالت سيف قال ما بغيت نشوف حتى وهي تقول بغيت نعاونك دار عندها وشدها من ايدها وقال سمحي لي سمحي لي كان علي نفكر قبل ما نتسرع ونضلمك وهي تقول صاف داك شي داز قال قدرت نساي داك شي اللي دستي من نبس بابي قالت أصلا نسيدي وحاجة واحدة ما قدرتش نساها هي حبي لي وخانتها ما كتبغينيش ولكن حبي لي كان كبر وكتر من لول خصوصا فاش عطيتيني فرصة باش نكسب الرهان اللي بيناتني ولكن مع الأسف من أول نهار فشلت وخسرته حط عينيه في الأرض وقال لا ما خسرتينش أنا اللي خسرتك بغذائي وتسرعي درت تسرف طائش وطفولي سمعت الجاد وما سمعتش لي كنتي وما حطيتكش فرصة حتى فين تبري وتشرحي ودابة بلحتة شي فرصة أنا باغيك تكوني حداية ما باغيتكش تمشي وتخليني مرة أخرى هاد شي اللي كان حسبيه قال لي هاسيف هاد شي اللي كان حسبيه تجاهك ما عمري حسيت به من قبل احتمع نوال ربا ما حيتحبيلي ها ما كانش حقيقة ودابة تحول القر قالت ما يمكنش تكرهشي واحد قد تبغيه وهو يقول ولكن أنا قدرت نكرهها قالت سيف متأكد من كلامك قال متأكد يالله بغد تهضر وهي تسمع سوطيبان وقال لي هاسيف خليك هنا أنا غدين مشي نشوفشكم وقفاته وقالت لا أنا اللي غدا نشوفشكم انتغسل وجهك وحاول بتهدن شويه رسمتي سامع لوجهه رغمها الصدمة اللي فيها ورغد خرجات من الحمام ومشات حلاتيبان ومع الحل كتلقى أمسيه قالت ليها إقبال باستغراب هادا بيت ولدي رغد كتبسم وقالت آيها خالتي هادا بيت تهزي يالله بغد تكمل وهي توقفها وقالت إيا وانتي شنو كتديري فيها قالت ليها رغد ما فهمتش وهي تقول إقبال كنضم فاش نوالة رجعت انتي غدا تمشي في حالك رغد صدمات وقالت شنو؟ وهي تقول مالكي مصدومة ما تقوليش ليانا ويت تاخدي رجل اختك رغد بقت ساكتا وكلام إقبال نزل عليها بحال الجبل وهي تقول لها إقبال يالله خرجي وهادي آخر مرة نشوفك تقربي لبيت ولدي بغد تهضر وقاطعتها وقالت باينا راسق قاصح نزلي لتحت أنا غدا نجيب ولدي ونهبطه باش نوضع حد لهذا المهزلة اللي واقعة فوز بالداري شافت فيها رغد بندارات الحزن والحقرة وهي مصدومة وكتفكر في سي دارت بكلامها وهبطات لتحت بخطوات تقيلة وهي مخرجة عينيها وساهية حتى ما الدموحة جمدوا ليها في عينيها مشات للصالون وقلسات مقابلة مع نوان اللي تعابيرها حتى هي كيدلوا على الحزن والصدمة في نفس الوقت ابقى وقالسين كل وحدة ساهية حتى سمعوا صوت خطوات في الدوش رغد دورات راسها وهي تشوف في سيف نازل ومورها إقبال وغير شافتهم وناضت من بلاستها ووقفات ابقات كتشوف في سيف وهي تقول إقبال بنتي نوال آجي ناضت ومشات عندها وهي تقول سير يقولي الجاد إيجي راه في برمع مع معاد مشات نوال بلا ما تجاوبها وسيف بقى كيتسناش غدا تقول إقبال خنزرات فرغد وقالت كان دون كان عليين جيش حال هادي دخل جاد وقالي شنو كاين وهي تقول آجي الهنا وقلسها ولدي المهم الكلام اللي عندي ما كيتأجلش دكش علاج جمعتكم دابا حيتي لا تسنيت غير دخيقة واحدة يعلم الله اش غديره وهو يقول زي وإياك تقولين تقبلوك ونقولو ليك ماما وبهاد السرعة وندخلوك لحياتنا قالت ها انت قديها ولدي قلتيها ولدي ولا ما قلتيهاش أنا كنبقى ماماك وهاد شي حتى شي واحد ما غايقدر يبدل ودابا تسنطولي غانب داب جاد بالنسبة لكا ولدي كايبان لي زينب الله يرحمها فش لا تفتر بيتك وخرجي لها من ايديها ولكن هادا ماشي دنبها إنما دنب بباكم اللي دار فيها التقا وسلمها أمركم ودابا أنا باغا نصلح اللي بقى ما يتصلح ودابا أنا باغا نصلح بيناتكم لا بقى ما يتصلح انتا غا تطلقنا وان وقفها جاد بالزربة وقال علاها شكون قال لك أنا مزوج بها أصلا قالت كيفاش يعني هي مشات معك بلا زواج قال لها جاد أنا لحد الآن باقي ما مزوج إقبالك تشوف نوال وقالت واش هادش صحيح نوال حضرات راسها وقالت آه صحيح وهي تقول إقبال واخا معليش المهم جاد أنا غدا نعطيك نصف أسهمي المهم جاد أنا غدا نعطيك نصف الأسهم ديالي في الشريكة وغدا تقول انت المسؤول عليهم وبإمكانك تختار أي بنت بغيتيها وانا غدا نخطبها لي نوال طارتك تشوف جاد وهي مصدوم حي تصافي ضاع منها بعد ما خلاها تعلق بيه وتبغيه وهي تقول إقبال وبالنسبة لسيف را الأم وبالنسبة لسيف الأمر واضح غير جعل مراتو سيف أرسمتي سامة صغيرة وكي يشوف رغد إقبال شدت إيد سيف وهي تقول ومن اليوم ما بغيت حتى شي واحد يفرقكم وحطت إيد دفق إيدنا وعي سيف تصدم كان كي حساب ليه كتهضر ليه على رغد وقد قصدها بكلامي وهي تقول إقبال ومن خافش عليك ودي نوال هي البنت المناسبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر